موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجهز الإخباري من قناة المرابطون أهلا بكم نددت موريتانيا باللجوم الذي استهدف فجر أمس مطار أبهى بالمملكة العربية السعودية وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال من جنسيات مختلفة وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إن الهجوم استهدف منشآت مدنية ومناطق سكنية وروع الأبرياء الآمنين مضيفة أنه يستهتر بكل العراف والقيم والمواثيق والقوانين ذات الصلة وعبرت للخارجية الموريتانية عن وقوف موريتانيا التام إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه حفظ أمنها وسلامة حوزتها الترابية ودورها المحوري في المنطقة والعالم دعت النقابة العامة لتعليم الخاص السياسي البلد إلى عدم تسيس التعليم وإبعاده عن التجاذبات السياسية والدعايات الانتخابية لضمان استقرار البلد واستمرار المنظومة التعليمية وطالبت النقابة في بيان صادر عنها منتسبية القطاع التعليمي في موريتانيا إلى العمل بجد خلال الحملة نجل ضمان الحفاظ على هذا القطاع واستمراريته حفاظا على مصالح وحقوق منتسبيه من عمال وتلاميين حددت وزارة التهذيب الوطني وتكوين المهني يوم غد الجمعة موعدا لإجراء امتحان مادة الرياضيات بالنسبة لشعبتي العلوم الطبيعية والآداب العصرية ضمن الدورة العادية للباكالوريا 2019 وكانت وزارة التهذيب قد ألغت مادة الرياضيات بهاتين الشعبتين إذ رخطأ وقع في عملية السحب حيث تم توزيع الرياضيات الخاصة بشعبة العلوم الطبيعية على مترشحين لشعبة الآداب العصرية انتهى الموجز يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجزي ونشراتي وبرامجي القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة نلتقي في الرابعة في نشرة الإخبارية بحول الله شكرا على طبيع المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر